جدولاني في اليوم الواحد لأسعار المحروقات خطوة حتمتها التقلبات في أسعار صرف الليرة أمام الدولار في سوق الموازية خطوة حيارت التجار والمواطنين وحتى الوزارات المعنية بالتسعير فوزارة الصحة مثلاً كانت تصدر التسعيرة المتعلقة بالأدوية غير المدعومة أسبوعياً تغير الموعد ليصبح يومياً إذ اعتبر وزير الصحة أن هذه الخطوة توفر استمرار سوق الدواء ووصوله إلى المواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها قطع الأدوية كل التحويلات اللي بتصير بالدواء هي بالليرة اللبنانية مثل ما بتعرفوا لو كانت بالدولار كان كل هذا الموضوع ما حكينا فيه من شاناك نحن عم نقول هالمؤشر اليومي ما بيحل الأزمة كلياً لأنه بعد فيه تقلبات بين الصبح وبعض الظهر بس بيسمح لكل هيدول المؤسسات الصيدلينية أنه تضرها مستمرة بما بالحد الأدنى يعني وما تنهار وما تفلس التسعيرة اليومية تضمن الاستمرار للقطاع ككل إن على صعيد الصيدلي أو الموزع أو المستورد المستورد طبعاً إذا بيع الدواء بسعر تحت سعر الصرف الفعلي ما بدون ينزل عند الصرف يشتري عملية أجنبية يدفع على المورد بالخارج إذا ما قدوا المصريات ما بيقدر يدفع على المورد مرة على مرة يا بفلس المستورد يا المورد ما بيبيعه والصيدلي عنده معضلة شبيهة يعني الصيدلي إذا اشتري اليوم الدواء وبيعه تحت سعر الصرف ما بيقديه لسيول اللي ربحها لحتى يجدد المخزوم بيقوم بيجدد أقل لكن الأهم يبقى التزام الصيدليات بتسعيرة وزارة الصحة والتطبيق مدلا بيتيح معرفة ما إذا هناك تلاعب بالأسعار إذ يضع بين أيدي المواطنين أسعار الأدوية المحددة من الوزارة وفي حال اختلفت الأسعار لا تتردد أيها المواطن في إبلاغ وزارة الصحة موسيقى